السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله كل أوقاتكم أصدقائي ومتابعي قناتي قناة الساهر الرحال تجربة وفائدة مررت بها عقب صلاة الظهر لهذا اليوم وفي المسجد طبعا وأحببت أني أفيدكم بالمعلومة التي كانت محور التجربة ومن باب إن شاء الله أنها تكون منفعة فيها المنفعة وفيها الفائدة وفيها المعلومة طيبة إن شاء الله ولابد أنه في البعض يمكن مر أيضا ببعض هذه الحالة حتى لو بجزء من هذه الحالة بعد انتهاء صلاة الفرد الظهر استخدمت السواك وأنا صائم طبعا المهم بعد انتهاء الصلاة بفترة يعني قمت وبعد صلاة السنة وغيرها قمت للانصراف فأحد القائمين على المسجد استوقفني وأخبرني بأن استخدام السواك في نهار رمضان هو ما قال حتى في نهار رمضان أنه استخدام السواك بعد الزوال مكروه بعد الزوال مكروه طبعا أنا يعني من معرفتي بهذه المجالات ما مر علي شيء من هذا القبيل يعني فقلت له ما الدليل ما الدليل العلمي يعني والدليل العلمي هو آية آية كريمة من كتاب الله أو حديث صحيح وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على الأقل من أحاديث الصحابة يعني خلينا نقول كمان اللي هما بالذات الخلفاء الراشدين الأربعة فالأخ أخبرني بأنه هو لا يعرف لكن هناك من يعرف وها هو يجلس على ذلك الكرسي فلنذهب فلنسأله وافقته قلت ربما عنده معلومة غير اللي عندي يعني فخلينا نسأل ونتأكد رحنا للشيخ فالشيخ طبعا وجهنا له السؤال هل صحيح أو ما حكم استخدام السواك بعد الزوال فقال أنه في رمضان هناك قول للحنفية للسادة الحنفية أو السادة الأحناف يكره يكره هذا العمل استخدام السواك بعد الزوال أو حتى لم يقلوا بعد الزوال يعني لم يحدد بشكل عام في نهار رمضان يعني هذا قول السادة الحنفية فقط أما وهو يعني كراها عند البعض وليس جميع السادة الحنفية فطبعا وجدت بأن طلبت أنا بحديث نبوي شريف فقال لا هو الحديث فقط لخلوف فم الصائمي عند الله أحب إليه من رائحة المسك واستخدام السواك يذهب هذه الرائحة التي يحبها الله سبحانه وتعالى طبعا مجرد رأي شخصي له لم يقنع لأن السواك قال عنه صلى الله عليه وسلم بأنه مطهر للفم مرضى للرب تخيلوا مطهر للفم مرضى للرب يعني سبب لجلب رضى الرب سبحانه وتعالى وفي حديث آخر لو لا أشق أو لو لا أخشى أنا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل مسجد يعني عند كل صلاة عند كل صلاة لاحظوا فهنا يعني الصريح هنا من الأحاديث واضح بأنه استخدام السواك محبب في نهار رمضان في غير رمضان في جميع الأوقات وبالذات عند الصلوات الخمسة عند الصلوات الخمسة طبعا لم أشأ أن أدخل في نقاشات جانبية مع هذا الشيخ وكلنا نعرف حتى الشيخ حنفي هو وكلنا نعرف أراء الحنفية يعني وأنا ضد التفرقة كلها هذه فرقة المذاهب وماذا قال الشافعي وماذا قال الحنفي وماذا قال الحنبلي وماذا قال ابن أحمد أو ماذا قال أنس بن أفود مالك بن أنس رحمه الله والسادة المالكية وغيرهم يعني نقاشات نقاشات بصراحة جوفاء وبالأخير رح يصفوه لك على عبارة يا أخي اختلاف أمتي رحمة ويا أخي لا تجتمع أمتي على ضلالة وطبعا كل هذه أحاديث ضعيفة يعني لا تجتمع أمتي على ضلالة هذا حديث ضعيف وكلها والآراء التي يتكلمون بها كلها آراء شخصية لا تهمنا في شيء ولذلك قلت له الله يعطيك العافية شيخ بارك الله فيك ما قصرت طبعا بالبداية قالوا لي أنه دكتور لما هو قدم نفسه لي في النهاية أخبرني بأنه بكالوريوس شريعة ويعني ماذا نقول يعني كل من يتكلم بهذه الأمور له رأي ولكن الرأي الأفضل أن السواك إخوتي الأحبة السواك وأنا لا أدعي أنه الرأي الأفضل لكن هذا رأيي الشخصي ومعرفتي بدين الله سبحانه وتعالى ومعرفتي بفيزيائية الجسد البشري ومعرفتي بالأدوية ومعرفتي بهذه الأمور أقول لكم السواك كما قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم مطهر للفم مرضى للرب إذا حث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل مكان وزمان فرمضان أولى رمضان أولى أن نتقيد بهذه السنة الشريفة السنة الغائبة لا نكاد نرى في المسجد من يمكن خمسمائة مصلي لا نرى واحد أو اثنين يستخدمون السواك استخدمون السواك نسوه نسوه فنسيهم نسأل الله العافية والسلامة والعفافة والغنى والتقى وأن يغفر لنا ولكم جميعا أخوتي الأحبة تحياتي لكم مني أنا الساهر الرحال ترجمة نانسي قنقر